موسيقى هو افضل مهاجم عرفته الكرة المغربية في حقبة السبعينيات بل احد ابرز نجوم القارة السمراء في الحقبة ذاتها صاحب الكرة الذهبية الافريقية سنة 75 انه احمد فرس احمد فرس لاعب دولي سابق من موليد المحمدية اللي بديت ممارسة كل القدم في فريق الكبار منذ فريق شبان من 64-65 حتى ال81-82 وضمن الفريق الوطني من نفس السنة من 64-65 حتى الاسعود السبعين لم يعرف ناديا غير شباب المحمدية ودافع عن الوان المنتخب الوطني لأربعة عشر عاما شارك في مونديال 1970 بالمكسيك والمبيا دي ميونيخ سنة 1972 وخضى ثلاث دورات من كأس امم افريقيا وهو احد اعمدة تتويج 76 باثيوبيا المقابلات اللي كانت في الدورة النهائية ديالكأس افريقيا ديالستوسبعين كانت مقابلات كلها كانت صعبة ولكن اللي كان يتحدى كل هاد المقابلات هو التلحم ديال اللاعبين ديالالفريق الوطني لانهم كان من خلال هاد البرنامج كان بغي نقدم لهم التحية لجميع الاخوان اللي شاركوا لكل الطاقام وكل اللي كان شارك معنا كان فريق ما نهضرش على الكورة بلنهضر على التلاحم ديال التعامل بناتنا للدفاع عن ريال الراية عن الفريق الوطني ما كناش كان فكروا كل حاجاش ما كان فكروا خسنا نقوموا بمقابلة جيدة خسنا نشاركوا بوحد الروحة ختالية للدفاع عن الوطني وهذا ما تأتلنا وكنا كان نأخذوا مقابلة بمقابلة وكانوا حتى فرقيا كانوا صعب لنا بقنا خلنا كان صعيب بس تواجه السودان كان فريق قوي نيجيريا عدد فرق صعيبة مصر غينيال اللي كانوا كيسمي وانا دك الفريق البرازيلي أحمد خرص أرقامه تتحدث عنه قاد فريقه شباب المحمدية إلى ألقاب البطولة كأس العرش وكأس شمال إفريقيا أحرز لقب هدى في الدوري سنتي تسعة وستين واثنتين وسبعين سجل حافل بالعطاء أبرز ما فيه إنجازوا ستة وسبعين رفقة الأسود أخذنا مقابلة بمقابلة وكانوا لعبين في المستوى واخر كان ظروف شوية صعبة كان دائما المغاربة والمغريب بلد تحدي والمغاربة يتحدى كل حاجة وكان نصر رغم الأداء الكروي الراقي الذي تميز به جيل السبعينيات بقيادة فرس سيلة أبو علي وغيرهم إلا أن من المحمدية البار يرجع سبب التألق إلى الروح الوطنية العالية التي ميزت المجموعة ككل بالنظر للظروف التي أحاطت بالحدث القاري كان ديك هذا الوقت كانت على ما أظن كانت حرب إيريتيريا كنا كان نخرجوا معنا بأتنوغا رادين في لونتريما نجيو ولكن هذا كله كان الحماس بأنه كان نحن جينا كجنود باش ندافعوا على واحد الشعار واحد الرمز هو الروح الوطنية الفرح الوطني هذا خمس مقابلات يبحى ماسبة ولكن هذه المقابلة اللي خلق وقعوا أعقاب ديناو كالعياء واللي زاد أكثر على هذا كله هو خلوز سمات بالورقة الحمراء وهذا هو الأكثر وهنا بغيت نشير أن في هذه المقابلة ومن بعد ضربت لي الكورة الجهة أخرى ورجع وخرجها وهنا كانت مقابلة صعبة لأنه كما بكليك بأن غيني أنا داد كانوا يلقبوها بالبرزيل عندنا مؤهلة كبيرة في اللاعبين عندهم خبرة كبيرة ولكن تكون ذيك الغيرة الوطنية واللي نزيدها فوق هذا الشيء وذيكون إن شاء الله النصر حالي في الفرح الوطني إن شاء الله يكفي القول بأن أحمد فرس والهدف التاريخي للمنتقب بـ 42 هدفا وهو أيضا قائد رسامي ملحمة إثيوبيا أمله أن يعيد الجيل الجديد ورسم الفرحة على وجوه المغاربة كما فعله وزملائه ذات يوم سنة 1976 ترجمة نانسي قنقر